يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعمل توصيل خطوط مياه الشرب لمنازل قرية الكويت بمركز ديشنا محافظة قينة بطول 4500 متر وبحجم استثمارات بلغة 4 ملايين جنيه لحل أزمة نقص المياه التي تعاني منها القرية منذ عشرة سنين وتخدم قطوط المياه ما يقرب من 660 أسرة من أهل القرية ويتم تنفيذ الخط ممتدا من خط المزرع القديم مرا بشوارع القرية إلى نهايتها بقطر الستة بوساط